اهلا بكم الى موجز الاحداث المسائية على قناة الحدث الافريقي اكد الكاتب والانتروبولوجي والصحفي عبدالصمد محيدين مساء الثلاثاء بالدار البيضاء ان المغرب في طور بناء حداثته وابرز محيدين في مدخلة خلال لقاء نظم بالمركز الثقافي للهلال الاحمر والذي تميز بحضور اساتذة جمعيين وفاعلين في المجتمع المدني ان هذا اللقاء يروم تسليط الضوء على المغرب وحداثته لماذا نتكلم عن حداثته؟ يتساءل الكاتب قبل ان يوضح ان الحداثة تختلف من بلد لاخر فالحداثة اليابانية ليست الحداثة بالولايات المتحدة الامريكية او فرنسا واكد ان المغرب في طور بناء حداثته الخاصة مشيرا لان هناك فرق بين الحداثة والعصرانة واضف في هذا السياق ان المغرب يسير نحو عصرانته وهو يبني حداثته ايضا موضحا ان الامر يتعلق بكل بساطة ببناء مغرب حر ومسؤول افتتحت امس الاربعاء برباط اشغال ندوة دولية حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية لاسيما القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة وتشكل هذه الندوة التي ينظمها مجلس النواب والجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا وجمعت كل للعلوم الادارية التطبيقية على مدى يومين منسبة لتبادل الاراء مع الخبراء الدوليين بشأن الجوانب المنهاجية لتقييم القوانين بما في ذلك المؤشرات كآدات للقياس وصياغة خطة العمل وتقرير تقييم وتحسين المعارف بالتحديات والمعايير الدولية المتعلقة بمسألة العنف ضد المرأة والتشريعات ذات الصلة السارية في البلدان الأوروبية الأخرى أعلنت الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالة القنة بالهندية عن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التكوينية لفائدة الأطباء والصيادلة والممرضين في مجالات استعمالة القنة بالهندية في التطبيب والتداوي والعلاجات في نومبر المقبل وأوضح بلاء للجمعية أن المرحلة الثالثة من البرنامج التكوينية تستهدف نقل تجارب عالمية نجحة في الاستخدام الطبي للقنب في المنظومة العلاجية وجعلها متاحة للمرضى سواء عبر الوصفة الطبية من قبل الأطباء أو عن طريق الصيادلة مع تحديد طرق متابعة المرضى بما يساهم في تطوير كفاءات ومهارة المشتعلين في قطاع الصحة بشكل عام وينتظر حسب بلاغ الجمعية أن يستفيد المشاركون في المرحلة الثالثة لهذا التكوين من دروس يشرف عليها خبراء وأطباء دوليون من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وهم دولتان قطعت أشوط طويلة في تعزيز الصناعة الدوائية من القنب الهندي تم اختيار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيزي للقيامه بدور تسهيل المسلسل الانتقالي في تشاد وفق ما أفاد به البيان الختمي للدورة الاستثنائية ثانية لمؤتمر المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا الذي انعقد ثلاثاء في كنشاسا وذكرت كارة الأنباء الكونغولية عن البيان الختمي الذي تلاه وزير الاندماج الإقليمي والفرانكوفونية بجمهورية الكونغو ديمقراطية ديدي منزينجا موكانزو أفاد بأن مؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا عينه رئيس جمهورية الكونغو ديمقراطية والرئيس الحالي للمجموعة فليكس تشيسكيدي للقيامه بدور تسهيل العملية الانتقالية في جمهورية تشاد وأضف البيان الختمي ذاته أن المؤتمر قرر إفاد رئيس مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا ورئيس لجنتها ووزير الاندماج الإقليمي والفرانكوفونية بجمهورية الكونغو ديمقراطية كمبعوثين خاصين لتسييرها العملية الانتقالية وتم تكليف رئيس لجنة بتتبع المشاورات التي تجرى مع الاتحاد الإفريقية وتجمع دول الساحل والسحراء ولجنة حوض بحيرة تشاد ومجموعة دول الساحل الخمس بهدف دعم العملية الانتقالية في تشاد بهذا الخبر نأتي إلى نهاية موعدنا الإخبار لهذا اليوم شكرا على المتابعة اشتركوا في القناة